الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرر انه يكون يوم الخميس الموافق 4 مايو 2023 اجازة رسمية مدفوعة الاجر للعاملين في الوزرات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية وشركات القطاع العامة وقطاع الاعمال وقطاع الخاص بدلا من يوم 2-1 مايو 2023 طبعا ده بمناسبة الاحتفال بعيد العمال كما جرت العادة ان اي اجازة بتكون في وسط السبوع بترحل ليوم الخميس كل سنة وحضراتكم طيبين لعالم كله بيحتفل بعيد العمال في الواحد من مايو تدت في امريكا وعدد من دول اوروبا وبقى في كتير من الدول بتحتفل في ذكرى اضربات العمال اللي تمت في بعض دولات امريكا وبعض الدول الاوروبية مطالبة بتحسين عدد ساعات العمل ومصر بتحتفل بهذا العيد اللي اصبح اجازة رسمية في وقت الزعيم الراحل جمال عبد الناصر اللي كان بيولي الحركة العمالية اهتمام كبير اصبح اجازة رسمية في مصر من سنة 64 كل سنة وحضراتكم طيبين الخميس القادم هيكون اجازة بدلا من الغد اللي هو يوم عيد العمال موسيقى موسيقى